اشتركوا في القناة ولأن العمرة حج أصغر كما في حديث عبد بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الحج أصغر ولأن الإنسان يقدم إلى البيت بتحية وهي الطواف فلا ينبغي أن يخج منه إلا بتحية وهي الطواف فالصحيح هو أن طواف الوذاع في العمرة واجب إلا من طاه وسع وقصر ثم انصرف إلى أهله فهذا يكفيه الطواف الأول فإذا كان هذا الذي ذكرت نعم إذا كان هذا الذي ذكرت انصرف من حين أنهى العمرة فلا شيء عادل أما إذا كان بقي في مكة فإنه من الاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء إن كان قادرا ومتيسرا وإن لم يكن قادرا ولا متيسرا فلا شيء عادل